السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب ما زلنا في تغطية استثنائية للأحداث اللي اندلعت من صباح اليوم وخرجنا منذ قليل معكم في حلقة بس مباشر وحاولنا أن احنا نغطي ونوصل للناس الأحداث ولكن انتبهوا دايما بقول لكم اوعى يعني زحمة الأحداث تاخدك وتفتكر أن اللي بيحصل ده سياسة لأن كل القنوات دلوقتي طلعة بتتكلم وبتقول أن الفلسطينيين وبيتكلموا كأن في خناءة محدش لي ضعوة بيها إلا مين إلا الناس اللي في فلسطين والكلام دوت خطورة تناول الأحداث من زاوية السياسة دايما بقول لكم أن الأخبار يعني اللي بتعرض لازم تعرضها على أحداث آخر الزمان اوعى تفتكر اللي شغال دلوقتي نزعم بين دولتين ولا لا دا الموضوع أكبر من كده بكتير جدا جدا ويعني لا يسعني النهاردة لوقت الحلقة ديت وإحنا في التغطية يعني إحنا ما زلنا في الحدث إن إحنا يعني نحلل ونجيب ونحاول في الحلقات القادمة إن إحنا نتكلم معكم بشيء من التفصيل ولكن النقطة الهمة اللي أنا أعتنيها من هذه الحلقة والكلام لمعسكر الإيمان كلنا فرحانين والفرحة مسيعانة وأول مرة نشوف مثل هذه المشاهد وأول مرة نشوف البعدة متبهدلين وأول مرة نشوفهم يعني في حالة مزرية للغاية وكل الشعب المسلم مفيش حاجة أسمعها العربي كل الشعب المسلم فرحان وكل الناس فرحانين جدا جدا وأنا مطالع وقاعد من ساعة ما سبتكم في حلقة البس المباشر قاعد بتابع الأخبار اللي شغالة وعايز أقولك الناس فرحة عارمة كل الناس فرحانة كشعوب لكن فيه يعني شوفنا ردود فعل فيه منتهى العمالة وشوفنا ردود فعل غريبة جدا جدا يعني وأنا برضو لست فيه خضم لأن إحداث كتيرة إن أنا أستعرض لك ده قال إيه وده أيد وده عارض وده ساند وده والتحفظ وإيه لا مفيش وقت النهاردة للكلام دوت ولكن اللي أنا عايز أقولهولك الحكاية ملهاش صلة بالسياسة الحكاية ليها صلة بإيه بإيه إن اللي بيحصل ده بداية معارك إنهاك القوة أنا قلت الكلام ده في البسط المباشر وهفضل أقوله دي معارك إنهاك القوة دي بداية الملاحم والملاحم مش هتصحى من النوم هتلاقي حروب آخر الزمان لأ حروب آخر الزمان اللي هتكون بقيادة الإمام المهدي يسبقها حروب هذه الحروب أزعم أننا بدأنا الشرارة بتاعتها لأن دلوقتي هتلاقي اكتياح كامل لغزة وهتلاقي اكتياح كامل وهتلاقي إن الجانب إن العالم انقسم إلى قسمين قسم بيؤيد الكيان المحتل وقسم بيؤيد الناس في فلسطين وهذا كفيل بإشعال حروب كبرى جدا جدا وهتكون الشرارة بتاعتها واضحة جدا والشرارة بتاعتها إحنا بنسميها معارك إنهاك القوة ده اللي أنا عايز أقوله أنا أطالع معكم النهاردة في الحلقة دي علشان خاطر أقول لكم إن دية معارك إنهاك القوة اللي شغالة دلوقتي باختصار كل القوة المتصارعة هتتصارع ما بين مؤيد ومعارض وفي الآخر خالص هينتج ظهور قوة جديدة بقيادة الإمام المهدي طبعا السيناريو اللي أنا عشان أعرضه لك ما في وقت إن أنا أعرض لك هذا السيناريو عندنا أخبار جاية دلوقتي بتوصل لنا إن ردود فعل شارسة جدا جدا وعايزين نشوف لسه وإحنا بنتابع الأحداث من زاوية أحاديث آخر الزمان عايزين نشوف ردود فعل القوى القبرى إيه وعايزين نشوف ردود الفعل المصرية والردود الفعل العربية وبدأت الملامح أعتقد تتضح في الدقائق القليلة الماضية يعني في ظل ما أنا لسه بتكلمهو معاكم إن في أخبار عاجلة جايلنا إن القبائل الأردنية بتعلن حالة النفير العام ومؤاذرة الناس في فلسطين ده الكلام اللي أنا بتكلم معاكم وبقول لكم الشعوب موقفها واضح جدا جدا طبعا صحو في العالم بتتكلم في حالة من الدهشة وبتقول إن طوفان الأقصى الحركة اللي حصلت النهاردة كابوس كبير جدا ممكن لا تستفيق منه دولة إسرائيل كلام مشرف وكلام جميل جدا جدا لا ننسى وإحنا مع بعض نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين ونشوف نصر عزيز مؤذر وكلنا كلنا في الصلاة بتاعتنا ندعو لهم في هذا التوقيت الحرك جدا جدا عشان الهجمات بدأت تشتد وتشتد بقوة طبعا المجرم بتاع أمريكا طالع بيقول هنرد على أي دولة تحاول التدخل في الصراع في إسرائيل ودي شرارة كبيرة جدا زي ما بقول لكم لأن في دول هددت وأعلنت إن إحنا لو أي حد حاول إن هو يعمل عدوان على غزة هنتدخل زي مثلا الناس في حزب الله وروسيا موقفها يعني باين أوى عليه إن ممكن يبقى في ميل للناس في فلسطين فأنا بحاول إن أنا أتابع معكم الأخبار اللي شغالة تلفزيون بتاع إسرائيل طالع بيقول للوضع كارثي وما زال لسا الجيش بتاعهم لم يستفق من أثر الصدمة هحاول إن أنا أطلع معاكم بعد شوية نكمل الكلام ونشوف لو في أي حاجة جديدة علشان برضو ما نطولش عليكم ولو قدرنا نطلع معاكم تاني النهاردة في حلقة بس مباشر بإذن الله مش هنتأخر يعني مستمرين معاكم تابعونا بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته